موسيقى الرابعة عصرا أثانية بتوقيت جرينيتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها أخذ في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي أن الرئيس السيسي التقى رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية وشدد الرئيس السيسي على أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول وأنها تتولى مسؤولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن العسكريين الليبيين اتفقوا على مسودة اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في البلاد مشيرة إلى أن الأطراف المجتمعة اتفقت على عرض مسودة الاتفاق على قيادتهما لمزيد من التشاور على أن يلتقي الطرفان مجددا في الشهر القادم بجينيب لاستئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق قالت وكالة الأنباء العراقية أن رئاسة مجلس النواب حددت يوم الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة لمنح الثقة لحكومة توفيق علاوي كانت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي قد عقدت اجتماعا لبحث البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف توفيق علاوي والسيارة الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة وفقا للنظام الداخلي والإجراءات المعمول بها في مجلس النواب قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تركيا لم تفي بتعهداتها بموجب اتفاق سوتي حول إدلب السورية وعليها تنفيذها وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التاجيقي بموسكو أضاف لفروف أن الاتفاقيات الخاصة بإدلب تتضمن سحب الأسلحة الثقيلة التي تستهدف الجيش السوري مشيرا إلى ضرورة الفصل بين المعارضة والإرهابيين طالب الحكومة اليمنية المبعوثة الأممي مارتين جريفث بموقف واضح من تصعيد قوات الحوتي وجددت الحكومة تحذيرها من خطر تواجد الحوتيين في أجزاء من الشريط السحلي على خطوط الملاحة وحركة التجارة الدولية وتهديد الأمن والسلم الدوليين واتهمت الحكومة الحوثيين باستغلال اتفاق السويد أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي دعم بلادها لليونان وقبرص في نزاعتهما مع تركيا بشأن المناطق البحرية في البحر المتوسط وقالت بارلي إن بلادها تدعم اليونان وقبرص في مسألة احترام سيادتهما في المناطق البحرية وتدين مع شركائها الأوروبيين عدم احترام تركيا لهذه القواعد الأساسية أكدت وزارة الصحة العراقية إصابة إيراني بفيروس كورونا في النجل في سياق متصل شدت الرئيس العراقي برهام صالح على ضرورة اتخاذ كافة الاحترازات بشأن فيروس كورونا مؤكدا على ضرورة إلاء الأهمية القصوى لمواجهة الأمراض الانتقالية وتهيئة الفحوصات الطبية اللازمة لمنع دخول وباء كورونا إلى البلاد مؤكدا ضرورة تطوير أداء المراكز والمؤسسات الصحية واتخاذ كافة الاحترازات التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين شهدت القاهرة والمحافظات موجثا من التقس السيء حيث شهدت الشوارع أمطارا كثيفة من جانبها دفعت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية على الطرق لمواجهة أي أعطال وتكتيف الخدمات المرورية والتواجد الفعال والجدي لتسيير الحركة المرورية على الطرق أثناء سقوط الأمطار وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي سيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور أثناء سقوط الأمطار حفاظا على حياتهم موسيقى إلى هنا ينتهي موجز الأخبار لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري شكرا لكم لحسن المتابعة موسيقى